قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قالوا هذه أركان الإيمان الإيمان له أركان وله شعب أركانه ستة شعبه ست سبعين أو ست ستين شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الإيمان له شعب كثيرة